ضمن فعاليات الاتحاد العالمي المسيحي للطلبة في الشرق الأوسط عقد في العاصمة الأردنية عمان لقاء الشبيبة الفلسطينية بحضور رئيس الاتحاد والسكرتير الإقليمي والنائب الأسقفي لمطرنية الروم الملكيين الكاثوليك الإرشمندريت بسام شحديت وعددا من الأباء الكهنة حيث شارك في اللقاء محاضرون من الأردن ومصر ولبنان تناولوا في محاضراتهم موضوعات حول البيئة والتحديات التي تواجهها المنطقة وفي حديث خاص لنورسات الأردن مع رئيس الاتحاد العالمي المسيحي للطلبة في الشرق الأوسط السيد زيد حداد تحدث عن أهمية عقاد هذا اللقاء والنتائج الختمية لأعمال المؤتمر وقال اليوم لقاء شبيبة فلسطين في عمان هو اللقاء الثاني عشر على التوالي هذا العام اللقاء من تنظيم الاتحاد العالمي المسيحي للطلبة في الشرق الأوسط وبرعاية نوترانية الروم الكاتوليك في الأردن هاللقاء تخلى له عدة لقاءات بدور حول البيئة والعدالة البيئية وواقع الشبيبة المسيحية في فلسطين من خلال هذا اللقاء تم زيارة شبيبة القديس جورجوس وزيارة كاتدرائية القديس جورجوس هي موترانية الروم الكاتوليك والالتقاء بالشبيبة هاللقاء مع الشبيبة يعقد كل عام أصبح لقاء متكرر يلتقي فيه الشبيبة من الطرفين لقاء محبة ولقاء تعارفي كل عام هاللقاء العام كان برعاية الأب السام والاتحاد العالمي للشبيبة ما يميز الاتحاد العالمي المسيحي للطلبة عن أي كيان مسكوني آخر إنه ده الكيان الوحيد اللي المؤسسين بتوعه والأعضاء بتوعه شباب مش كنيس يعني مجلس كنيس العالمي أعضاء مجلس كنيس العالمي كنيس مش شباب التحاد العالمي المسيحي للطلبة ليه مكاتب في الأقاريم كلها عندنا أقليم أمريكا أقليم أوروبا أقليم لاتن أمريكا أقليم آسيا أقليم أفريقيا وأقليم الشرق الأوسط أقليم الشرق الأوسط اللي احنا موجودين فيه في مجموعة الحركات بيتمثل مجموعة من الدول عندنا الأردن وعندنا فلسطين عندنا العراق عندنا سوريا ولبنان والسودان ومصر كل بلد من البلاد دي في حركة أو أكتر بيمثلوها نحن بالاتحاد العالمي المسيحي للطلبة مثل ما ذكر الأستاذ أيمان منعمل لقاءات للشبيبة ونحن بهذا اللقاء جمعين الشبيبة الفلسطينية من كذا منطقة من فلسطين بالأردن كرميل نعمل لهم لقاء تحت عنوان العدالة البيئية واقع الشبيبة المسيحية الفلسطينية والآية اللي اخدينا نحن كرميل هيدا اللقاء هي ما أعظم أعمالك يا رب كلها بحكمة صنعت مزمور مية وأربعة صراحة استعملنا هيدا الآية لأنه بتدل على أهمية الخلق وأهمية البيئة وقدش هي عنصر أساسي بالحياة وهيدا كله صار من وراء طلب الشبيبة الفلسطينية أنه هن حابين يناقشوا هيدا الموضوع ويتعرفوا أكتر على المكونات اللي ممكن تساعدهم يحافظوا على البيئة ويعملوا مشاريع صغيرة على نطاق كنيستهم تساعد بهيدا المجال هاللقاء تحت عنوان العدالة البيئية واقع الشباب الفلسطيني وبكل سنة هالشبيبة بيكون إلها زيارة لكثرة رئيطة القديس جوارجوس ولا شبيبة القديس جوارجوس اللي هي عضو بالاتحاد العالمي المسيحي للطلبة إقليمي للشرق الأوسط وهالسنة كانت رئاسة الاتحاد للأردن دائما أكيد نكون مبسوطين باستقبال هالشبيبة بكل سنة وإن شاء الله فكرة المسكونية بتكون عم تنتشر أكتر وأكتر بسنة عن سنة وهالفكر يكون عم بتجدر بكل شبابنا بالأردن بفلسطين وبكل الوطن العربية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر